دايماً مع بداية كل عام دراسي جديد بنشوف كلام كتير جداً على السوشيال ميديا خصوصاً عن تطوير التعليم وازاي إن احنا نوصل بالتعليم المصري لأفضل مكان ممكن وبما إننا قلنا تطوير التعليم فهيكون ضروري جداً إن احنا كمان نتكلم عن موضوع تاني مهم برضو ومرتبط بشكل كبير بتطوير التعليم وهو الزكاء الاصطناعي أو الـ AI واللي تقريباً قرى بيدخل في كل حاجة في حياتنا عشان كده منوارنا في الستوديو راود العمال مختار أحمد مختار مؤسس واحدة من الشركات المتخصصة في تطوير التعليم ازايك يا مختار؟ ازايك؟ عامل ايه؟ كله كويس كله تمام بص أنا هسألك النهار ده أسئلة يمكن تكون بالنسبة لك بدائية شوية بس إحنا أول ما بنسمع كلمة AI بنفتكر على طول أنه حاجة بديلة للإنسان هل ده حقيق؟ أغلبية الناس بيوصل لها فكرة الـ AI إن الموضوع صعب قوي وفيه تفاصيل فضيعة بس يا دايما بقول أن أي حاجة في الأول لازم هتبقى صعبة طبعا مش سهلة الناس تفهمها أكيد لأنها حاجة جديدة عن ناس كلها والناس كلها مخدودة منها بس لازم الناس تبدأ تأدابته وتبدأ تتعلم الحاجات دي عشان تبدأ تطور من نفسها لأن الواحد لو فضل زي ما هو زي ما التلفزيونات مثلا ظهرت أو التلفزيونات لمصارت ما كانت جديدة عن ناس كلها بس مع الوقت خلاص الناس كلها بدأت تعرف تستعملها وبدأت تعرفتها بتستعملها بطريقة ديب أصلا جدا فهي نفس الكثة بالزبط في الـ AI لازم على الأقل بس الناس تبدأ تحط رجليها فيها تبدأ تقرأ تبدأ تكتشف إيه هو الـ AI إيه العالم الجديد الذي ظاهر ده عشان يبدأ يتغيروا من نفسهم ويبقوا أهد على طول برضو ترجمة نانسي قنقر